احبائي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بناميكم مدرب حياة مسيحية السؤال النهاردة بيقول احساسي بالغيرة جوايا هايتلني مش عارف اعمل ايه واحدة ست احساسي بالغيرة جوايا هايتلني يعرف اللفظ ده يعني لفظ معبر لان فعلا الاحساس بالغيرة مرض وبيؤدي الى مشاكل صحية وحاجات مش مضبوطة نتكلم بس اللي اول نحارب الموضوع ده ازاي الغيرة موجودة موجودة لكن نحاربها ازاي ونشوف علوم التنمية البشرية بتقول لنا ايه في الموضوع ده الاحساس بالغيرة قطعا هنلاقي ناس احسن مننا في حاجات مهما كان يعني النهاردة اللي مسلا نبنتكلم هنا للمجتمع بتاعنا في ولندا معظمه شغال في الهركة فاللي عنده محل هلاقي واحدة عنده محلين ولو عندك محلين هلاقي واحدة عنده ثلاثة ولو انت دخلك مش عارف كام هو الجمال دخلك هذا وهتلاقي باستبرار في ناس احسن فلو عشنا بالمقارنة بهذه الطريقة وبالغيرة الغير ايجابية طبعا موضوع ده يعني له تأثيرات يعني مش كويسة خالص على صحتك وعلى حالتك النفسية وحالة النفسية بتاعت اصرتك ونفس الكلام لرجال او ستات الاحساس بالغيرة احساس غير ايجابي احساس مش مزبوط وما نعمل ايه قدام الموضوع ده ناخد مبدأ اساسي مهم جدا نفكر فيه كويس جدا نقول ايه سعادة الانسان التاني لا تقلل من سعادتي شيء وعدم سعادته لا تزود سعادتي في الطب النفسي يقولك ايه لو الانسان بيفرح ان الشخص التاني حصل له حاجة مش كويسة يبقى مريض نفسي ولو الانسان بيحزن عشان الشخص التاني حصل له حاجة ايجابية يبقى برضو مريض نفسي الانسان التسوي ميعملش كده الانسان التسوي يقول ايه حلو سعادة فلان بقى سعيد جدا في حياته ما قللش مني حاجة ما فيش حاجة اتخذت مني فلان حصل له بعد الشر حاجة مش كويسة مزودش سعادتي مالهاش جعب سعادتي انا سعادتي خاصة بنفسي انا جزئي دي مهمة جدا طب ازاي تحارب مشاعر الغيرة ده هي سواء بتكلم للراجل او الاستاد صلي من اجل الشخص التاني صليله بمشاعر صليله بصوت عالي اسكر حاجات ايجابية فيه اطلب من ربنا الموضوع ده انا بقول لك على التدريبات مش انا عرفتها بس انا عملتها وجابي نتايك في منتهى الجمال لما بناخد التدريبات ونعملها بنفسنا بنحس بيها فببقى توصلها لناس سهل جدا فالانسان اللي انت تشعر انه احسن منك في شيء معين او تربط جواك بعض مشاعر غيرة صليله من قلبك ادعيله من قلبك يحصل لك حي اسمها ادوش روحاني تبص تلاقي انه غسلت نفسك من كل مشاعر غير ايجابية خلاص كل مشاعر غير ايجابية راحت وبتلت تصليل الشخص التاني وخد القعدة دي قدامك على طول سعادة الشخص التاني مش هتقلل مني حاجة وعدم سعدته مش هتزوج سعدتي في حاجة انا سعدتي مرتبطة بي انا انا سعدتي في علاقتي بربنا انا سعدتي في حياتي مع الناس انا سعدتي في الثروة الروحية وثروة الحب اللي موجودة في حياتي انا ساعدتي ان انا راضي عن نفسي انا ساعدتي مرتبطة بي انا تكون انسان تاني احسن مني في حاجة انا بصلي له ربنا يدي له تخيل زي بالزبط يكون ايه ربنا بيدي الناس كتير جدا جدا فايه اللي دايقك يعني عارف زي ايه زي مطرة نازلة انا خدت المطرة خلاص انا وصلتني المطرة بتاعتي كون في مطرة بتمطر في حتة تاني ازعل ليه لانا افرح ان في مطرة الناس كل لها سعادة والناس كل لها مبسوطين والناس كل لها فرحانين موضوع ده عميل جدا محتاج نتكلم فيه مرة تاني كمان لانه في مرته العمر بس انت عيش بالمبدأ ده ان سعادة شخص الفلاني ما بتقللش مني حاجة وعدم ساعدته مش بتزاود ساعدتي في حاجة ان انا اصلي له باستمرار لو بدأت مشاعر غيرها موجودة جوايا اصلي له باستمرار بصوت عالي واطلب من ربنا يدخل جوايا مشاعر ايجابية لما تبقى مشاعر ايجابية وتبقى السلوكياتي ايجابية وتبقى حياتي كلها ايجابية مشاعر غيرها مرض من الامراض عايزين نريد عنه تماما ونعيش نحب كل الناس ما قدرتش على ده صلي باستمرار ربنا يديك المشاعر ايجابية يديك الرضا ويديك الاكتفاء ويديك السعادة الحقيقية يلم عن ربنا منهاش اي حدود سؤال جميل جدا مشكركم ومنشكر اللي سألو وان شاء الله نتقابل الحلقة الجاية على خير شكرا يا زين